اشتركوا في القناة الفلسطينية الرسمية عن مصادر امنية ومدير نادل اسيرة ان القوات الاحتلال اعتقلت المواطن فادي زياد جرار عقب اقتحام بلدة برقين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته هذا واصيب فتى من بلدة يعبد بردود وكسر في القدم اليمنى بعد ان دحسته مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفترق قرية كفيرت جنوب جنين قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاج يواصل انصار التيار الصدري في العراق اعتصامهم في المنطقة الخضراء وسط بغداد تزامنا والاستعدادات لاقامة صلاة موحدة اليوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء وتحديدا في ساحة النصر المخصصة للاستعراضات العسكرية الكبرى وسط اجراءات امنية مشددة تتخذها القوات العراقية في محيط الفعالية وذكرت مصادر امنية عراقية ان الاجراءات ناجمة عن مخاوف من عمليات تستهدف انصار الصدر لتفجير الاوضاع المحتقنة يأتي ذلك بعد تأكيد لطار التنسيق مساء الخميس دعمه لاي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك اجراء انتخابات مبكرة شريطة تحقيق الاجماع الوطن حولها وتوفير الاجواء الامنة لاجرائها اكد بيان مشترك صدر في وقت مبكر من فجر اليوم مع الوزراء خارجية مجموعة الاسيانة عقب اجتماعهم في كامبوديا اكد على ضرورة اتباع نهج سلمي لحل النزاعات في المنطقة فيما ابدى عدد من الوزراء قلقهم ازاء التطورات في بحر جنوب الصين واشدد البيان الختمي على الالتزام بالحفاظ على السلام وتعزيز الامن بالمنطقة واهمية الحفاظ على وحدة مركزية المجموعة او وحدة مركزية المجموعة فضلا عن ضرورة الالتزام بعدم فرض اجراءات غير ضرورية لضمان توصيل سلاسل التوريد يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظره التركي رجب تي بردغان اليوم في سوتي ملفات عدة من بينها الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية فضلا عن مناقشة فعالية الية تصدير الحبوب من الموانئ الاوكرانية وقال الكريملين في بيان امس انه وفقا للاتفاق التي تم التوصل اليها في الاجتماع الثنائي للرئيسين في تهران يوم التاسع عشر جوليا الماضي من المقرر مناقشة موضوع التعاون الروسي التركي متعدد الاوجه بالتفصيل الى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة اعلنت سلطات دونازك سيطرتها على كامل منطقة بيس كيلوكرانيا الاستراتيجية وسط انباء عن دخول القوات الروسية الى اطراف مدينة باخموت وتصاعد وتيرة القصف المتبادل بين القوات الروسية والاوكرانية في المقاطعة هذا وقالت وزارة دفاع الروسية ان قواتها الجوية اسقطت اربع طائرات مسيرة اوكرانية في اجواء منطقتين دونازك وخاركيف مشيرة الى ان الدفاع الجوي الروسي اعترض خمس قذائف لانظمة اطلاق صواريخ متعددة في دونازك وخيرسون ختام الموجز للمزيد من الاخبار تابعونا عبر منصاتنا الرقمية فيسبوك انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية في امان الله اشتركوا في القناة